بلغ عدد المشاريع التي أنجزتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة فاس خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2022 438 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 169 مليون درهم معطيات قدمها بفاس قسم العمل الاجتماعي خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة عشر لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حصيلة ومكاسب المرحلة الثالثة تجدر الإشارة هنا على أن على صعيد عمالة فاس الحصيلة هذه المرحلة هي حاصلة إيجابية حيث أنه تمت برمجة ما مجموعه 432 مشروع أو عملية بتكلفة إجمالية تقدره ب162 مليون درهم شاركت فيه المبادرة ب157 مليون درهم فتقريباً 8% من المشاريع التي تمت برمجة واخرى لهذه المرحلة هي الآن مشغالة ومنجزة هذه الوحة كما قلنا نموذجية توفر على قسمين قسم التمهيدي الأول قسم التمهيدي الثاني عنا 18 طفل في المستوى الثاني و14 طفل في المستوى الأول عنا مربين اللي هم من أبناء المنطقة اجتازوا المبارسة لانتقاء المربين بنجاح وتميز تخريد ذكرى الثامنة عشر لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنظيم زيارة لمشروعين منجزين في إطار المبادرة ويتعلق الأمر بمركز للا أمينة لرعاية الأطفال بدون أسرة وأحدث للتعليم الأولي بولاد بوعبيد الصمعة بالجماعة الترابية ولاد الطيب